السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع تلاميدي الأهزة اليوم سنشتغل على النص المسترسل مدن المغربية الصفحات 17, 18 و 19 إذن دائما مع المفيد في اللغة العربية مستوى الرابع ابتدائي إذن نجيب عنه ألاحظ وأتوقع قبل الإجابة عن الإسئلة ألاحظ المشهد وأعبر إذن هذا المشهد ماذا يمثل؟ كاللحد هنا يعني واحد الأسرة صغيرة كاللحد هنا مسافرين وكاللحد حافلة إذن فهذه حافلة لنقل المسافرين إذن شون قد نشوفه في الصورة أو في المشهد؟ المشهد يمثل حافلة لنقل المسافرين يمثل المشهد حافلة لنقل المسافرين أكمل عنوان النص بما يناسب إذن عنوان هو مدن مغربية سنكملها بشي كلمة وأتوقع مضمونة مضمونة يعني مضمون النص إذن مدن مغربية جميلة مدن مغربية رائعة مدن مغربية ساحرة إلى آخره إذن سنقوم بمدن مغربية رائعة مدهشة إذن رائعة مدن مغربية رائعة وأتوقع مضمونة إذن مدن مغربية رائعة وهناك نلاحظ بأن الحافلة للنقل المسافرين ربما سيتحدث النص عن سفار أو عن زيارة لإحدى المدن المغربية إذن أتوقع أن يتحدث النص عن زيارة لإحدى المدن المغربية إذن سأترك لكم قراءة الجزء الأول من النص كي لا أطيل عليكم وأمر معكم يعني مباشرة للإجابة عن الأسئلة إذن أنمي معجمي أقرأ وأحدد أقرأ الجملة وأحدد معنى كلمة غمرني بتلوين الاختيار الصحيح الجملة هي كثيرا ما غمرني شعور بالشوق إلى زيارة العيون ما معنى غمرني في هذه الجملة؟ أي انتابني كثيرا ما انتابني شعور بالشوق إلى زيارة العيون أبحث في النص عن مرادف كل كلمة حنيني وعادات ما مرادف كلمة حنيني في النص؟ مرادف كلمة حنيني هي اشتياقي مما يزيد من حنيني واشتياقي مرادف كلمة عادات عاداتهم وتقاليدهم إذن مرادف كلمة عادات هي التقاليد إذن مرادف كلمة حنيني هي اشتياقي ومرادف عادات تقاليد أفهم وأحلل أين تسكن أسرة الطفل؟ تسكن أسرة الطفل في بيتنا بمدينة وجدة إذن أسرة الطفل تسكن بمدينة وجدة إذن تسكن أسرة الطفل بمدينة وجدة سؤال موالي لماذا شعر الطفل بالشوق لزيارة مدينة العيون؟ لأنه كان يسمع جدي إذن غمرني شعور بالشوق لزيارة مدينة العيون لماذا؟ لأنه كان يسمع جده وجدته يتحدثان عن هذه المدينة وعن جمال أماكنها السياحية أحد أفضل الأماكن السياحية في المغرب إذن هذه الأسباب لخلته تشوق أنه يشوف هذه المدينة شعر الطفل بالشوق لزيارة مدينة العيون لأنه كان يسمع جده وجدته يتحدثان عنها وعن جمال الأماكن السياحية فيها يبغى يمشي يشوفها ويزورها بنفسه من الذي يريد أن يعرفه الطفل عن أهل الصحراء؟ يريد أن يتعرف عن عادات وتقاليد أهل الصحراء يريد الطفل أن يتعرف عن عادات وتقاليد أهل الصحراء يريد أن يتعرف على العادات والتقاليد التي يتميز بهذه المدينة يعني مدينة الجنوبية أذكر الأماكن والعادات التي تعرف بها مدينة العيون هذا هو السؤال إذن الأماكن التي تعرف بها مدينة العيون من خلال النص يتبدأ لأطراف الحديث أيضا عن ساحة المشوار الفسيحة إذن هذا الأماكن المعروفة في مدينة العيون سوق الحالي متحف فن الصحراء وشاطئ فم الوادي إذن هذه الأماكن بالنسبة للعادات التي تعرف بها مدينة العيون وهي طريقة تحضير الشاي ويتكلمان عن الشاي وأكوابه وطريقة تحضيره إذن بين العادات المعروفة بها مدينة العيون هي طريقة تحضير الشاي ودوره في الترحيب بالضيوف والأهالي إذن تعرف بأن الأجوبة نستخرجها من النص إذن الأماكن التي تعرف بها مدينة العيون هي ساحة المشوار الفسيحة، سوق الحلي، متحفون الصحراء وشاطئ فم الوادي أما العادات التي تعرف بها مدينة العيون هي طريقة تحضير الشاي ودوره في الترحيب بالضيوف والأهالي سؤال آخر أقترح عنوانا لهذا الجزء مثلا بما أن الجزء تحدث عن مدينة العيون قدر ندير مدينة العيون الساحرة مثلا مدينة العيون الساحرة فهي تسحر مرتديها بجمالها وبعادات وتقاليد أهلها مدينة العيون الساحرة أو جوهرة الصحراء أو سحر الجنوب أو العيون الساحرة قدر نحيد هذه المدينة ونحتفظ بالعيون الساحرة إذن هناك عدة اقتراحات نمر لجزء الثاني إذن أنا من معجمي أعوض كل كلمة ملونة بمراد في المناسب لها فيما يأتي إذن شرعت في تصفح الكتاب أولا ما معنى شرحته أي بدأت في تصفح الكتاب بدأت أثارتني صور الكتاب الجميلة أي جذبتني صور الكتاب الجميلة أعجبتني شدتني إذن أدير شدتني شدتني أو أعجبتني أعجبتني صور الكتاب أملأ خريطة كلمة عريق عريق ما نوعها؟ نوعها اسم مراد في عريق يعني شي حاجة قديمة أصيلة إذن أدير قديم أصيل ضده عريق شي حاجة حديثة حديث أو معاصر حديث معاصر شي حاجة جديدة في جملة زرت مسجداً عريقاً زرت مسجداً عريقاً أي زرت مسجداً قديماً أصيلاً إلى آخر إذن نمر لأفهم أحلل للطفل نصحته بقراءة الكتابي نصحت السيدة الطفلة بقراءة الكتابي ما الذي يدل على أن الطفل أخذ بنصيحة السيدة؟ وهو شرعه في تصفحه وفي مشاهدة صوره الزاهية والساحرة إذن الذي يدل على أن الطفل أخذ بنصيحة السيدة هو شرعه في تصفح الكتاب أو الكتاب ومشاهدة صوره الساحرة أقترح عنواناً لهذا الجزء مثلاً ندره أنيس صفري أو أنيس في صفري أنيس صفري يعني الأنيس دياله في الصفر دياله هو الكتاب يعني مشى من نسب الكتاب في الطريق أنيس صفري نمر لجزء الأخير أضع علامة تحت كل كلمتين تدل على فن العمارة فن العمارة يعني كل ما يشمل كل ما يشمل البناء البنيان يعني الزخارف التشييد يعني البنايات المآتر إلى آخر وفن العمارة فن البناء والتشييد إذن البناء فهو من فن العمارة الحكي أو السرد ليس من فن العمارة الزخرفة فهي من فن العمارة وكذلك الفسيفسة أصل بخط التحفة تطلق على كل شيء نادر وثمين موجود بكثرة رخيص ومتوفر إذن التحفة مني كنسمع التحفة كتجي لبالنا بأنها شي حاجة نادرة وعندها واحد القيمة كبيرة تكون شي حاجة غير متداولة وكتلقاهاش يعني في المو بشتيك تلقاهاش حاجة تكون قليلة نادر وثمين وعنده قيمة كبيرة بما أوصف ضريح محمد الخامس يعني في الجزء هذا أوصف ضريح محمد الخامس بأن له سقفا أخضر أخضر مناجياً سومعة حسان الشهيرة لماذا اعتبر الطفل مآثر الرباط تحفة فنية؟ لأنها تمتاز بفن عمارتها العريق وبعراقتها وأصالتها ذلك شاشة اعتبرها بحل واحد تحفة فنية نادرة اعتبر الطفل مآثر الرباط تحفة فنية لأنها تمتاز بعراقتها وفنها المعماري الأصيل ما مآثر مراكش المذكورة في الكتيب؟ إذن فضل فقرة هذه جاءت مجموعة دي المآثر مآثر مراكش المذكورة في الكتيب هي الأصوار جامع الكتوبية جامع الكتوبية وقصر البديع ومتحف محمد السادس وساحة جامع الفنة إذن هذه المآثر الموجودة أو المذكورة في الكتيب التي توجدينها في مدينة مراكش لماذا يقصد الزوار ساحة جامع الفنة؟ ها هي هنا إلى لملاقات زوار الحكايات الشعبية وتلدد الأطباق الشهية إذن يقصد الزوار ساحة جامع الفنة لملاقات رواة الحكايات الشعبية وتلدد الأطباق الشهية إذن كما نعرفه ساحة جامع الفنة كتكون لدينا مجموعة دي رواة الحكايات لدينا أشخاص لدينا الحكايات كين ديك البهلوانيين اللي يقدموننا عروض بهلوانية كين مرودي الثعابين كين الأطباق يعني مختلف الأطباق الشهية والشعبية المعروفة في ديك المدينة إذن ساحة جامع الفنة فهي يعني يقصدها الجامع لهذا الغرض ما الدور الذي تقوم به المتاحف إذن المتاحف فهو الدور دياله هو حفظ طرات يعني من التلف من الضياع والحفاظ أيضا على التحاف النادرة وعرضها للمرتاديين لمرتادي المتاحف من الزوار والسياح إذن الدور الذي تقوم به المتاحف هو حفظ التراث والتحاف النادرة والأعمال الفنية وعرضها للزوار والسياح أقترح عنوانا لهذا الجزء مثلا غندر مآثر المغرب العريقة مآثر المغرب العريقة أو مآثر بلاد العريقة وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء